ستاد الحياة ستاد الحياة برنامج أسبوعي نتناول فيه أخبار الملعب وجديد عالم الرياضة أخبار الشبيبة والربطة الثانية والأولى نتائج الدورية المحلية والبطلة العالمية وآخر أخبار النوادي والفرق التونسية في مختلف الإختصاصات هذا الكل في ستاد الحياة ستاد الحياة ستاد الحياة ستاد الحياة تتويج أونس جابر في دورة مدريد ونتائج الطيبة والبركور الكبير الذي عملته أونس جابر وأكيد أن أونس جابر لا تسافر الروما لديها دورة أخرى كما كنا نتحدث برشة أعداد بدني أعداد دين يجب أن يكون موجود التركيز يجب أن يكون موجود أكثر خاصة أن أونس جابر لا تسافر الروما لا تلعب مقابلات أخرى من الطراز العالي صحيح فهو أراه لتحديث لتحديث لعبين محترفين كما نادال كما جوكوفيتش كما فدريتش وضع المعارضة لتحديث لتحديث معناها الجمعة وراء الجمعة وحتى الترتيب لعبين المحترفين وعندما يعملونه في سيستام كما انت نقول أننا نقول أننا نرى أنسة اليوم ربحة الألف نقطة هذه في الدورة العام الجي في مدريد إذا كان لم تتركه لتخسر النقاط التي ربحتهم كل عام يدفع على نقاط والتي تكسبت من السنة وعندما يستطيع أن يربح نقاط يمشي حسن ترتيبه. لكن الحقيقة ريتم قوي برشا لذلك لازموا تحذير كبير الحقيقة على المستوى النفسي على المستوى البدني. لازموا زادة نحن نوفي ويحب الجوار يخلط ويحب يوصل. فما برشا لاعبين بلاعبية ويلعبوا مليح ودخلوا في السيروكي ومنجموش. ما نجموش الريتم القوي هذي. معنى عاملو عام عامين ثلاثا بعد بطلو. معايش لنجموش يشدو الريتم ذي انفرناه بتاع السيروكي بروفيشانيل. اليوم الحقيقة أونس تشارك في دورة متاع روما. دورة روما هذي دورة كما دورة مدريد. دورة المستير ألف نقطة. كما حكينا قبيلها هي اخر دورة بعد بطولة ترونغاروس. فان شاء الله دورة جاية معناها نحن اموها تعملنا دمات شبهين. مش تبدأ في دورة ترونغاروس. ان شاء الله حاضرة. وان شاء الله تكون حاضرة ذيك. عليش بشيكون حاضر معانا مباشرة من فرنسا. المختص في العلاج النفسي والتدريب الذيني للرياضيين المحترفين جميع الاقتصاصات. سي أنيس التومي مرحبا بك سي أنيس على موجات إضاءة الحياة تفاهم. مرحبا بك سي عبدالن. نسمع فيك سي أنيس. مرحبا بك ومرحبا بك في بضيوف ومرحبا بك في إعادة القرويد ومرحبا بك في نس الكل. عايشك سيانيس أكيد الناس الكل اللي فرحنا البرح بتتويج أنص جابر بدورة مدريد وكنا نحكيه منذ قليل أنا والمدير الفني سي مهر بوغنيمي أنه الماراتون الكبير بالنسبة لأنص جابر وخاصة أنا بشتسافر للروما تظاهر أخرى والنحية البدنية لازم تكون موجودة لتحذير الذيني بما أنك أنت مختص في العلاج النفسي والتدريب الذين يكيد عندك الكونتاكت مع أونس جابر أكيد أنه تساطرني الرأي أنه الإعداد البدني والنفسيني لازم يكون حاضر بالنسبة للاعبة محترفة يعطيك صحة ومرحباً في سينير الديركتور التكنيك كلاب التاني يستقوين يعطيكم الصحة فساة ما يتخدموا فيه الثاني حاجة أنا ما عنديش كونتاكت مع أونس جابر نحضم مع جوارات أخرين خاطر بولد عنده في السفل حاجة كونتاكت معاك شماية رقبية للكليب الإموشيونال وفاميليال ولكليب لذلك الكله ولا يحلق موديل متى البرفورمانس اللي هو الشاك سبورتيف مع أنتا مش كل سبورتيف يجم يعمل كل شيء بنفس الطريقة كل رياضي محترفه كل رياضي يجم يسل نفوه عنده التركيبة التركيبة متى البرفورمانس بتاعه هو كيفيش هو بشيح فما حادة مهمة يجم نعرفوها هنا هي كسواء معناتا متخص مادام هونس جابر ولا حتى الرياضي المخرين اللي اللي لو تنكور معناتا الوقت القصير ما عاش نجم ونخلو بيه انفتهم يجم نخذر ديما في الحياة التال الرياضي المستوى عالي لنو تنموين اي لون خاطر فما برشة انجاجمان فما برشة ساكريفيس فما برشة اه معناتا ما صاعب الواحد بشي تعديها اللي يجم عنده نصص طويل برشة بش بعد عشرة خمسة اثنائي يخلط للنيبو اللي تخلط له كما اللعبة بتاعنا اليوم بطبار كلا انجبر هذي يجم الناس كل تفهموا خاطرشي احنا عانا طريقة راكورسي ذريفة في يسر دي دوة نعطيه ججمون اميديا في الوقت القصير للجوار ولا اللعبة في اي رياضة دي بش يقولوا هو دهي ولا خيط هذي هذي معناتا وجهة نظر السهلة فهمتا الموجودة معناتا في العموم اما حياة الرياضة راي طويلة وفيها برشة نفس وفيها برشة مصاعب وعلى مية انسان يترينوا ويذرب كلهم قدش منكوبة وكل شيء في ميرت يقول لك الحكاية هذي ما يخلط كان واحد ولا زوج فهمتا معناتا صعيبة برشة الحكاية ويبنس ساعة قبل ونكمله مع مادة مانجيلي الفعلي مش فرحة في تونس يقول لتونس مستحقة الاكثر من كلمة فرحة مستحقين ست مستحقين ست اه التخطننس كوليكتيف معناتا الانتماء جماعي لتونس واللي هي معناتا تعمل في حاجات في العالم في الرياضة واللي تخلط معناتا في اليماجم تونس تاريخة ايجابية او سيبان العباد الكمبيتون يرانيو في الشباب ويخدموا اللي ما نسميوهمش فينا المون اليوم نسميو جزت اللي خالطوا همارا وفن برش عباد يخدموا من لوتا ويعدوا في برشة وقت مع صغار وتبعوا فيهم ودفامي معناتا هنبستي شي كبير برشة وفيهم برشة معناتا مصعب وناس تتالف وثلوش بيهترانيو حسينو برشة صعوبات معناتا مياذا يركنوا ويزمان هني واترابيرهم اه العباد الي امبليكيه التبور كيفة عامة في النبو اماتير وبروفيسيونيل بيش فما اه كيش يقونو درابو كيما والانسان كيما مادامو جيبرو اقبالا اه فما جوارد اخرين اقبالا بيانسور كيما مبالكي الجيجير كيما عباد اخرين اللي هما يواصلوا اكل اللي ماجر وخليوا ييكبون يجبين يا يجبين شباب اه للرياضة و للغاها عن تانس ورفع راية تانس في النبو انترنشنال اهذا يجبين لقوم عن تانسور الفرحة والكلازير و القناة بالاكتور في دول مات في دول جيبة والرجل الامبليكي وقتين في كلمة أخرى كنفكرني في عبدالله هو أكيد سيانيس أنه ماراتون الكبير بالنسبة للرياضيين المحترفين على غرار أنس جبر أنت كمختص في العلاج النفسي وتدريب الذهن للرياضيين شنو نصاح لتنصحهم للرياضيين خاصة في ذلها الماراتون الكبير خاصة ينجمي أثعى المستوى البدني والنفساني اليوم نقول في تدريب الأولادات الصغار والأبناء الأولاد بيأسر والأحدث في نجوان ترميديات يجبنا نعرف ويجبنا ربي وشمعت شاركي فيه الرأي هذا ربي والجن معنى أنت على الكباسيتات تأسر بي تأسر بي تأسر بي يتخبير البلدير في الفور بيش واحد ميواليش عنده كلي على أي صعوبة جيه في حياته الرياضية بما أنه نخزره للطن يوالي يدكروه شي ويسيب ومعاش يديفلوب بيكل لوفيد سيدي باسي وتتعدى بالمصاعب وتتولي تحاول اندي بطريقة لتلقى الموديل متاعك الشركب بيش اندي تولي تجم تتعدى على المصاعب شوية وترضى ساعة ساعة بالشيك خطر بالشيك سيني تاب مهمة برشة بالريوسية كيفش اندي مش تجم تطلح إذا كان اندي ما تجمش تغلط ساعة ساعة ومفرغلط هذي كفام حاجات تجم اندي تشوفهم طريقة أخرى توجد أول وظيفة كل ماناتها منطول كوندوكي تكنى قبلية التعلم نحتجم يجب من كل انبي بدأت تحاول ولكل ما نقول فيها نحن تحاول وغو الهي نحن هذي كرت تحديث او شانتي كبير شانتي بشوا دي بلو bearing احنا ديو مخارجين على شهر الفابرين شهر رمضان ودمن نوعي مع مباراة التونس المترجم للقناة 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 أنه يبدو أنه يدعين أن يستطيعونها الإنجازة يستطيع أن نشارع في الجسور وهذه الأول وقت فهوه وتعالى للسطور وستطيع أن تكون يستطيع إعجابة للسطور وضعنا ما هي إلى الناس في الأبيض وفي الأصدعين في الأطلاق كيف يكون لا أصدد لأن السطور يحتوي على البيض وفي الأبد للنحوم لذلك لا يمكنك التعديل على سبور سبور هو شيء أساسيلي في مدينة لدينا بشكل مدينة لذلك يجعلوننا نقدمهم ويجعلوننا الذين يحبون أن ينقومون في الرياضة هذا هو أول شيء الثاني شيء بالنسبة للشيء و والشيء والشيء الموديل دو ترفرمونس إنتا أي رياضي إلي بختيكي معاش نجمو اليوم نخدمو كيشنقول وليجينا الشمبيون معناتها تعمل نفس الحاجة مع الناس الكل وتحاول تخرج رجلتا اللي هو بيدو مع الأعباد اللي رينيتهم بنفس التاريخة واللي عملت معهم بنفس الحاجات خاطرشي فاما كمبوزيشيون جديدة تركب اليوم اللي هي كل إنسان في تركيبته هو الشخصية النفسية الذهنية والنبو اللي هو حاطو في السبور يخليك تخلط البرفورمانس إلي ترين سوبجيكتيف خيز انديبيجياليزي دوك اللي هي انديبيجياليزي معاش نجمو نخدمو فات بنفيدماتس نفس التاريخ انتبقى نتكون معاش نمشي هكذا يكرا غب خطبيق معنا ويوشو فيه في العالم اللي كل إنسان عنده التاريخة اللي يحذر بها يحجم السبورتيف اخر ينحن يحذر بتنفس التاريخة ومن جحش والرياضي اخر يحذر بتنفس التاريخة يا بيلي ويحلق البرفورمانس إلي هو ماتريزي بي بلكن ولينا اليوم نخدمو على حاجة مهمة برشع اللي هي الانديبيجياليزياليزيون تشخيص وتفريد نوعية التحذير الكل الرياضي بشيق عليك اللي برمتاعه في التحذير هدك واضح واضح سينيس واضح سيمير واضح يا تيك صح سينيس يا تيك صحة اللي كانت ويا تيك صحة تعدنا الاشتراكة اكيد سينيس يعطيك الصحة شكرا لك على التدخل معنا على الحياة فهم صعداء جدا باستقبل مكالمتك سينيس التومي يعطيك الصحة المختص في العلاج النفسي والتدريب الذهني للرياضيين محترفين جميع الاختصاصات ان شاء الله تكون تدخلات اخرى مع سينيس التومي في قادم المواعيد اكيد ماركونا نحكيه مع سينيس المختص في العلاج النفسي والتدريب الذهني اعطانا كل المعلومات حول التحذير النفسي للعب او لعبة في كل اختصاصات سوية كورت القدم او كورت ليد او كورت الصلاة او كورت المضرب او ماراتون كبير تعرف انت اونس جيبر سافرة الرما عندها يعني مقابلات من الحجم الثقين هذا بالنسبة لملف اونس جيبر عن مستوى المحالي مستوى المحالي اكيد فما جديد صحيح بالمناسبة ان شاء الله نتنسب القيروان بتي نظم الدورة الدولية ايتيف جونيور لأول مرة نحقيقها في تاريخ النادي دورة لللاعبين المحترفين اقل من 18 سنة من مختلف الدول العالم تبدأ الدورة دي ان شاء الله نهار 15 مايه نهار السبت والادوار النهائية ان شاء الله يوم الاحد 22 مايه بول الماما بالدورة دي باش تصير ان شاء الله في سوسا في وثيل المورادي ونا تندن ديسي ان شاء الله العمجي نحسنوا نحن الافراستوكتور في الكلاوب ويحضر التران جديد الكور سنترال باش ان شاء الله هنستقبلوها العام المقبل في القيروان هنا بحدينا حقيقة باش كون دورة ان شاء الله تكون ناشحة منها على كل مستويات وعنا ابطال كسوات وينسا باش يشاركوا في الدورة هذية من الفريق الوطني واللاعبين يشكون ان شاء الله باش يكملوا الجمعة هذية في دورة القزيليك في تونس ثم ينتقلوا للدورة متاع ليتيف هذية اللي هي سنف جراد سانك في الديقرادة الشام متاع ليتيف معناها في قوة الدورة هذية زادة في سوسة قاعدة تصير تصفيات كأس شمال افريقيا في رق دونك الفريق الوطني تحت 14 سنة ايناث تمكن من ترشح المرتبة الاولى في حين تحت 16 سنة دونك ذكور ويناث مازلوا معناها قادي نلعبوا اليوم وعندهم حضوظ ان شاء الله باش يترشحوا المرتبة الاولى هل تم تحديد القائمة بالنسبة للمشاركين في نادي تنسب القائرة او لماذا سجلتوا في بعض الاسماري تشارك في الأقل 18 سنة في سوسة القائمة ان شاء الله تبدأ حاضرة يوم الاربعاء تكون تتسكر السيتم تعليتيف ونعفو البلدان الكل المشاركة وعدد اللاعبين المشاركين بالمناسبة ذي زاد دعوة للنس كل عشيق رياضة التنس ونس كل دعوة مفتوحة بشي يجيوا يتفرجوا معناها في مستوى عالمي متاع على لاعبين كبار نجم ونشوفوا جوارات غدوة يكونوا في اعلى هرم الرياضة هذية وعننا زادة دورة الاشبال الكريتريوم سبعة واثمانية سنين مش تسير يوم السبت يوم الاحد ذاية نوادي من تونس وان شاء الله معناها تتعادى في ظروف طيبة وظروف باهية وذي رقم له ورقم قياسي في تاريخ النادي عمرنا ما استقبلنا معناها دورة الاشبال الذية بمئة لاعب ولاعبة ان شاء الله يكون نصيب الاسد من نصيب نادي تنسب القيروان كما انجح في التظاهر الاخيرة لنظامها في القيروان وكان نصيب الاسد لنادي تنسب القيروان ولا التتويج لما لا تكون نتاج إيجابي ان شاء الله في سوسا ويوم السبت ان شاء الله جاي بطولة تونس في رقم اقل 12 سنوات نادي تنسب حمام سوسا هذه الجولة الثالثة من بطولة تونس سلعبنا زوز جولات ربحنا الجولة الأولى وخسرنا في الجولة الثانية وان شاء الله ننعب الجولة الثالثة لتكون حاسمة للترشح للدور الثاني وان شاء الله يكون لحد جاي حصة خاصة وتاخذ حيز زمن كبير نادي تنسب القيروان خاصة انه نهار الحديد يتزامن مع النهائيات الأدور نهائية في سوسا ان شاء الله نلقاه برشة تتويجات برشة أبطال نادي تنسب القيروان كذلك زيد الأشبال خاصة في القيروان نهائيات يكونوا أسماء كبيرة لما لا يكونوا متواجدين معنا في البلاتو قبل ما نختم مهر وخلاف الدورة اللي بشتد دور في سوسا وكذلك في القيروان فماش حاجة جديدة في قادم المواعيد خاصة انه توا فترة عطلة مشيجي وفترة صيفة كيد فما تظاهرات في الأبين صحيح نحن توا في شهر مي دونك عنا مي و جوان دوما شهرين كلها التحييرات والتدريبات ان شاء الله بش نقوموا زادة بتربوسات لللاعبين التنفسية بش نحضروا للسيزون بتاع سيف دونك سيزون بتاع سيف تبدأ ان شاء الله في اخر جوان يبدو الدورات تيلت معناها فصل السيف كامل كما الوسيركوية كما قابلنا نحكيو عليه متاع اللي جواب بروفشيوني كونك جمعة و رجمعة الصغارة دوما عندهم الوسيركوية في السيف بش يعيشوه معناها على الصيف كامل بش نحاولو احنا نجريو معناها الدورات هذه بشوية بشوية مع الصغار وتفتتح الدورة دي بدورة الشالنجر اللي تقوم بها تنظمها الجامعة في سوسا الذي اول دورة في الفصل السيف ونختموها ببطولة تونس معناها الفردية في جميع الأصناف اللي تسير معناها في المنزة في سيتم تاع الفيدراتيون نختمو بها الموسم الرياضي وإن شاء الله لأسبوع القادم نأخذ أكثر تفاصيل مع رئيسة الجامعة تونسية للتينيس مادام سلمة المولي حتى نأخذ أكثر معلومات على الفرقة اللي بش تشارك إن شاء الله نأخذ زيادة في بحر الأسبوع القائمة الأخيرة بالنسبة لنادي تنسب القريوان تشجيعا حتى اللي بش تشاركوا إن شاء الله في الأشبال في القروان ولا في سوسا نتمنعوا حظ البناء القائروان وخاصة للنادي العريق هذا اللي بدا يبرز مع حضور الملعب إن شاء الله اللي حكينا عليها سابقا إن شاء الله يكون في أقرب وقت باش يكتمل المشهد الرياضي وتكون بونية تحتية ممتازة جدا خاصة في الرياضة التنسي اللي بدات القائروان تنظ بالرياضة هذي وبدأت تخرج عديد الأسماء وأبطال صحيح الحقيقة اللي الحاجات رضوما متنجم كان خلينا متفاقين تجعلنا بكثير تجعلنا بكثير تجعلنا بكثير حاجات التعامل تشجعنا بشيء نقدم القديم ونحسنه وتحفز الناس الكل يجب تخدم أكثر وراءه اليوم كما قالت معناها اليوم إذا كان نحبه نخلته نحب نوصله نجم نخلته ونجم نوصله واضحة شكرا لك سيماهر بغنيمي المدير الفني لنادي تنس بالقراوين هكذا وصلنا للجزء لنهاية الجزء الأول من سبيسيال تينيس وحكينا على أنس جيبر والتتويجات وكذلك الاستحقاقات في قادم المواعيد في الجزء الثاني بعد قليل باش نحكيه على كرة السلة النسائية وصعود كبريات الجمعية النسائية بدر شعبين الفهري القسم الوطني والحديث على الشبيب القروني فرع كرة السلة واستضافة للمدرب حتم افتاح ان شاء الله بعد قليل قبل هذا الكل نخرج الفاصل الغنائي ثم نرجع مع الجزء الثاني برياضات كرة السلة استاد الحياة استاد الحياة نتعلع شيء مستعمل الكرام اللي يختاروا ياسموا الحياة في مع التسعين ثلاثة اللي يتابعوا فينا مباشرة على الصفحة الرسمية للإذاعة في الجزء الأول نذكر حكينا على تتويج أنس جيبر وتدخل سيانيس التومي المختص في العلاج النفسي والتدريب الذيني للرياضيين المحترفين مباشرة من فرنسا كذلك كان معنا مدير الفني للنادي تنسب القيروين سيماهر بغنيمي في الجزء الثاني حليمش نحكيه على كرة السلة النسائية وسعود كبريات الجمعية النسائية بدر شعبين الفهري للقسم الوطني ومباراة يوم أمس الانتصار على الجمعية النسائية بنادي شانتيني بنتجة 66 مقابل 45 ورسمين قبل جولة تضمن سعودها للقسم الوطني سعيد جدا باستقبل المكالمة الهاتفية رئيس الجامعية سي فؤاد عسى منش سهل موسم كان سعيد برشا خاصة أنه الفتيات الدار شعبين الفهري انتصر تقريبا في جل المقابلات مرحلة التتويج من أجل السعود وكانت شاترني الرأي أنه عديد الصعوبات المادية اللي مروا بها جميع الفرق سوى في القسم الوطني أو القسم الوطني وفي الأخير الفرحة ولا التتويج بالصعود هي اللي خلينا نقوله انسيتوا كل صعوبات سوى كانت المادية بالنسبة للفريق شكرا سي عبدالله نحب نعطي بسطة نحب نذكر تجمز مستمعين نحن سنة الفارطة يعني كنا في القسم الوطني ونزلنا سنة الفارطة للقسم الوطني با وكما تعرف كانت من الأول أهداف متاعنا للموسم الحالي هو بالتبعاء هو الرجوع إلى فرق النخبة يعني القسم الوطني وبدأنا العمل اللي متاعنا هو الهدف في السنة هو كان السعود إلى القسم الوطني والحمد لله بتضافر جميع الجهود تمكننا من قبل الجولة الأخيرة من الضمان رسميا السعود إلى القسم الوطني وبالمناسبة دي ساكن نحب نشكر جميع الفرق الموجودة في القسم الوطني ده هي من نزل شانطيني أو بن خلاد أو حمام ننف أو قيروان دي هي كانت التجربة في القسم الوطني باقباء وإن شاء الله الأهداف متاعنا متاع المواسم الجاية تتبنى بالطبيعة على طموحات المحبي كورتسالة بطار شعبان الفهري ومن كورتس نشكر ذا كيف جميع اللعبات وجميع الإطار الفني وجميع الإطار الإداري وخاصة المشرفة والمسؤولة على طريق الكبريات الطيدة نالس وشاة اللي هي كانت بمثابة يعني هي المدرب وهي الأم والأخت وكل شيء اللي خلات تهلتلي أنا برشة مأموريتي اللي كنت أنا مشرف يعني من بعيد على الجامعية أما الإشراف الأطلي هو للمسؤولة على فرع كورتسالة السيدة نهلة شوشان كيف نشكر صراح جامعة تونسية لكورتسالة على رأسهم سي عليل بن زرتي لو هذين نعرف برشناترا تقول هذين تقفيف وغير الله أنا بشرف عاما نقول نشكر جميع المتدخنين في كورتسالة من جامعة من حكام من عيئات الجامعيات خاطر في حظ ذاته كورتسالة نسائية هي تعتبر اللعبة اللي مخذت حظها على مستوى تونس لمن ناحية الأعلامية لمن ناحية الماتية لمن ناحية المعنوية والمناسبة دي أنا خلاتني نشكر برشا لأعطيها بديت تصلته في الضو على الجامعيات النسائية اللي هي أثناء تعرضت إلى مظالم كبيرة خاصة خاصة من ناحية التنمويل العمومي اللي ننأكده ونزيد ننأكده اللي يفهم الجامعيات عندها عامين مخدات حتى مدين التنمويل العمومي يعني التنمويل العمومي من قطع بتاتر عن الجامعيات وكي ما تعرف الجامعيات النسائية خاصة تعيش من التنمويل العمومي لأن الأشهار وكل ما هو تمويل خارجي ما فماش ناس تنبستي يعني في الجامعيات النسائية تنبستيوا في الجامعيات الذكورية لكن الجامعيات النسائية ما زلت مخداتش حظها على غيرار على غيرار طوى الدول العربية والدول الخالجية اللي طوى مشاهدت توجه جديد يعني دعم الجامعيات النسائية كما رأوا اليوم في السعودية ولا في سوريا ولا في برشة بلدان عربية شقيقة وأخرى ولا في كيمة مغرب ولا كيمة مجزئة أن ينظروا نظرة خاصة للجامعيات النسائية ويدعموا فيهم اليوم أنا للأسف الشديد منتكلم بكلمة يعني على دسان جميع رؤساء الجامعيات النسائية اليوم نقاض في رواحنا فيه مأزق كل مسؤول يشد يلقى روحوا في صعوبات كبيرة 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 والواجب أنه يجبوا يكمل الموسم الريابي ويجبوا يحقق أهدافه ويجبوا يكون عنده مصدقية مع المدربين مع اللاعبات مع متعاملين مع هالكل هذا كل خلينا في وضعية ديمة ديمة حارجة وذي عندي مناجة مبطول وإحنا فرحانين برشة اللي صعدنا للقسم الوطني ورجعنا إلى مصار النقضة وإن شاء الله حسب الامكانيات اللي عنا أنه نجمو نواصلو في النقضة في القسم الوطني حسب الامكانيات المتاحة وحسب الأهداف اللي نرسموها العام جاي بحول اللعبات هو أكيد سي فؤاد هو السؤال الأول أنه هل أنه الرسيد البشري المتوفر حاليا بالنسبة للعبات للفريق دار شعبان الفهري هل أنه بيش تحافظوا على نفس الرسيد البشري مع تعزيز الفريق بلعبات قدرات على تحقيق نتائج طيبة والإضافة بالنسبة للفريق والسؤال الثاني هل أنه أنت تعرف أنه القسم الوطني يعني عديد الأمور الأخرى خاصة نحية المادية والرسيد البشري والبنية التحتية وانت كنت تحكي منذ قليل أنه الصلاط خلينا نقوله أنه التمويل العمومي مشكلة كبيرة بالنسبة للفرقة التونسية في مختلف الأسطينية في كرة القدم أو كرة اليد أو كرة السلة بما أنكم الفريق يعني نزل موسم الفارط والموسم هذا أرجع للمصافة النقبة أكيد عندكم تحذيرات عندكم استراتيجية معينة عندكم خطوط عارضة هل أنه مش تحافظوا على الإطار الفني مش تحافظوا على كامل الرسيد البشري بش يتم تعزيز لعبات أخرين في قدم الموعد أو اللي؟ شكرا سي عبدالله بالنسبة للرسيد البدني يعني للرسيد البشري نحن بزاعة يعني عندنا لعبات متسلفينهم يعني في شكل إعارة يعني الفرقة الأخرى مش نسترجع لعباتنا الكل كيف كيف عندنا لعبات هما يقرأوا بعض شوية مش نحاولوا العام الجاي بحول الله نقربوهم وكيف كيف زاد مخموا في تتعيم الفريق ببعض لعبات أخرى حز يعني طلبات المدرب بطبيعة اللي هي تحديد المدرب والإطار الفني مش يتم بعد الجلسة العامة متعنا يعني بعد الجلسة العامة هو يتم تحديد بشتفى عامة الإطار الفني للجمعية وبطبيعة ما نجموش ناخذه طوى على أشهو هذي كل ندرسه بتبع نقاط القوة ونقاط الضعف متع الفريق وشنو وليش ندعموه وبطبيعة كل شي هو مربوط بالميزانية واحنا كيف كيف مش نعملو ميزانية تقديرية متعنا متع السنة المقبلة كما تعرفوا رأى الميزانية بين القسم الوطني با والقسم الوطني اه هو اه ضعف يعني كي ينتي كي تلعت القسم الوطني با كي تنطلق تلعت القسم الوطني اه اه الميزانية نطلق الضعف الميزانية الموجودة يعني حاليا كيف كيف مش نعملو برمجة الميزانية متاعنا متاع مجايد حول الله متريع مش نبوبو الميزانية حسب المداخيل لمنين احس revolução اشحرية و الا ل guarantees العمومي و المداخيل اخري اذى اكيد انه مش نقولو مش نانوس نلقلو بالصولات المحلية بدر عبان الفيري اه في شخص رئيس البلدية associroyل و كيف كيف مش نتصلو بالسيد ولي النابل الي هو رئيس مجلس الولاية نابله كيف clause نطلج loose العمومي وما نساوش أني إلا كانت تولي جمعية في القسم الوطني فما عندها منح أخرى من الوزارة وكيف كيف من الجامعة معناتها فما منح لون كحنا أهدافنا كما نعاد يعني البقاء في القسم الوطني هذه أكيد تدعيم الرصيد البشرين بتاع الجمعية وكيف كيف تحديد يعني بعد الجلسة عامة تحديد الإطار الفني حسب الدراسة مع الهيئة المديرة والأهداف الجامعية هذه من ناحية هذي توا أكيد أننا مش نتمه تحديد واسترجاع جميع اللاعبات وسنا منساوش اللي أحنا تم تعزيز يعني الفريق متاعنا بلعبة من النادي القيرواني اللي هي إكرام إكرام جين ناوي وكيف كيف أطعت يعني قدمة إضافة للجامعية وهي ولاة بنت الجامعية كيف كيف مش تحافظوا عليها إن شاء الله عام الجاي مرة سيدي في الرسيد البشري انتعني هذا مع قيام بتربص أو تربصين تحذيري قبل بداية الموسم وإن شاء الله أحنا نبرمجه وكل شيء كما نقوله بيد الله وكهوة والبرنج أحنا نبرمجه وإن شاء الله كل شيء يتصير في وقته والحمد لله واضحة في الختام ما عليش كنت حب تسأل في الختام عليش كنت حب تسأل أنا حتى نقول نشكر تاك جميع جميع متاخدين في كورة سلة النسائية خاصة ونشكر جميع الرؤساء الجامعيات يعني هي المناظلين والمناظلات كيف كيف ونشكر الإدارة الفنية اللي كورة سلة اللي هي سناء حاولت أني تعاون الجامعيات النسائية قدر الإمكان وبالطبيعة ما ننساوش أنا راهو كل ما هي خطأ بشري راهو كل ما هو خطأ لو يكون بشري غير مقصود ونشكر جميع عن الحكام وإن كان أنا غلط ولا هما غلطوا في ما تتسمم مقصودة أو غير مقصودة أنا في الأخير نبقى بشر والبشر مسامح والمسووذية من خيرة البشر أن يكون مسامح ومرسي بكو ويعطيك صحة في عبدالله على الاستضافة هذية وإن شاء الله ندخل معكم في حاجاتنا خير وما أكبر إن شاء الله مرحبا بك مرة أخرى سيفوئد عيسى الفضاء مفتوح الإذاعة إذا عادكم شكرا لك سيفوئد عيسى رئيس جمعية نسائب دار شعب الفهري في انتظار بعد قليل تدخل مدرب الكبريات السيد يوسف الكرامتي سعليل أكيد أستاذ التربية بدنية مولم برياضات الجماعية سوى كرة قدم أو كرة يد أو كرة السلة عندك فكرة أكيد على رياضة كرة السلة ألف ألف مبروك صعود والصعود مش سهل ويزموا برشة مجهودات كما قال السيد الرئيس كرة السلة معناها لعبة شعبية محبوبة من طرف كل الجماهير فتيات أو فتيان لعبة باهية عندها غرامة عندها جوها عندها أمبيونس محلها كرة السلة معناها فهمتني بارك الله فيه معناها عقام مجهود كبير برشة لكن أنا نقول له رو معناها أنت عملت السهل مازالك صعيب النسيونال المشوسة النسيوناليزم برشة عمل برشة شغل برشة منافسة برشة التزامات يزم العمل سواء على مستوى الفني يتضاعف كسواء على مستوى الإداري وخاصة في المواضلة المواضلة اللي قاسي منها جميع الرياضات هي المادة والدعم باش تواصل و باش تقعد في النسيوناليزم برشة دعم برشة فلوس برشة خدمة برشة سبونسورينج التمويل لازم لازم يدور ما يستنىش ما عادش الدولة تعطي الدولة ضعفة الدولة ضعفة وفهم كورت خدمة وفهم رياضات أخرى قاعدين يفكوا فكان على حسابات الرياضات الأخرى فأنا نقول معناها هو توا يزم يتصرف كرئيس جامعية ويحل المشكلة لازم 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 وبصراحة الانسان كيعمل على روح ويحاول باش يشوف بداء الأخرى خلف البلدية والولاية ويقدر ويقدر وفي إمكان فهمتني خاصة كيبدأ عنده مجموعة طيبة وحب يخدمها يحب يخدمها معناها بشفافية ويحاول لها يوصل يحاول لها ينجح إن شاء الله وخاصة الفريق هذا الكبريات دارش عبين فري كان تدب لعبة أصيلة مدينة القيروان كانت ترعى في نادي الحصري بالقيروان كرام الجينيوي وليعطت لإضافة كما أشار رئيس الجماعية والله يا عبدالله شوف مع الأسف شديد نحن تشجعوا في دارش عبين الفهري واختلي نحن في القيروان عندنا أن ويو أن تريبون ويو تاكورتسل كانت عنا زوز في رق عنا لعبين في المنطقة خذوهم برشة في رق زادة ما نجمنا نحافظه كورتسل عندها تقاليد كبيرة برشة في القيروان التكوين في كورتسل في القيروان عنده تقاليد كبيرة برشة أنا يذكره بالخير أنا من الناس اللي أستاذ رياضة في القيروان ونعرف معناها أشكون غرس وشكون رد لكورتسل بالإشعاع ذا في القيروان وبرشة ناس ما تذكروش وقت اللي هو في البرمجة متاعنا على مستوى المندوبية الشباب والرياضة هو اللي قام بكل شي هو سعب الواب الصغير سعب الواب نوسيا نحنا نقول له سعب الواب الصغير هو أنسبيكتور وهو اللي برمج مسيرة الكورتسل وين وصلتها توا فتيان وفتيان في القيروان هو سعب الواب يجي ثلاثة معاهد معناها أعداديات منهم أعداديات الحسري 1500 تلميذ من العبلة كورتسل وهذاك خرج ردوان بن سليمان وخرج الزويبي وبدأ تخرج الشبيبة وبدأ تخرج وبدأ تك وكيف كيف الفتيان فما بناء تسبوعي فما بقى الزويبي برشة والبناء تزادة خرجوها من أجيال وراء أجيال التوى الناس مختصة في كورتسل وهذاك عليش سعي نتمنى ونهار نقاو الشبيبة ونقاو الجمعية النسائية القيروانية موجودة هي في الممتاز إن شاء الله نتمنى للجمعية النسائية بدار شعبين فاري الصعود للقسم الوطنية وسعيد جدا باستقبال المكالمة الهاتفية مدرب الكبريات يوسف كرامتي مرة أخرى ألف مبروك الصعود للقسم الوطنية وسعيد جدا بحضور كمان عبر الهاتف على موجات إذاعة الحياة تفهم مالك الله وفيك ياسي عبد الله تحية لي كنتي زادة ولكافة مستنعي إذاعة الحياة تفهم هبنشغرك على هذه الاستضافة وتصليط الضوء على الجمعية النسائية بدار شعبين فاري شكرا لك مرة أخرى أكيد موسم صعب جدا تضافر للجهود الكل رغم قلة الموارد المالية الفاريخ خاصة كبريات جمعية نسائية بدار شعبين فاري دون هزيمة خاصة في مرحلة التتويج من أجل الصعود والمقابلة يوم أمس انتصار مستحق 66 مقابل 45 أكيد برشة تضحية من خلال المدرب الفريق بالتبع هو كل نجاح ريالي يلزموا برشة تضحية وبرشة تعب كان الهدف من أول الموسم هو تحقيق الصعود وعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية حقيقة جمعية نسائية شعبين الفهري تتحق مكانه في الوطني الموسم الفارز صارتنا شوية ظروف في الجمعية ما تمكنناش من ضمان البقاء طهنا كان الهدف الأول هو العودة إلى مصاف النخبة نحب نشكر اللاعبات الكل اللي من أول الموسم كانوا حاضرين كان الهدف واضح هو عودة الفريق إلى المصاف النخبة حضرنا من براتيكم بدين ملوكان سبتمبر بدين التحذيرات عملنا فترة تأهيل بدني ممتازة المرحلة الأول من البطولة كانت متقطعة برشة يعني خذنا سبعة مباريات في ولا سبعة مباريات في سبعة أشهر قلقنا برشة للريتم منتع الكاسيود الشمبيونة تلعب زو سمت شوية ثم بعد توقع تبريس كتخوها كات سنان دو تريز لذلك قلقنا ما كان ديما التركيز على المرحلة الثانية مرحلة الصعود كان يجب يكون الفريق حاضر في جميع المستنويات على المستوى الذهني والبدني والفني ويعطيهم الصحة لبنية كل حقق كان الهدف واضح خمسة انتصارات متتالية يضمن الفريق رسميا الصعود الوطنية وكان هذا كهو الهدف ونحب نشكر برشة اللاعبات على التصحيات والمجهودات رأوا عندي اللاعبات كل أسبوع يمشيوا الكيف ويجيوا يمشيوا التونس ويجيوا وراه صعيبة ياسر نحب نشكر المديرة على أعصم سيفو أيد عيسى ومدام نهلة على الموفرون بالإمكانيات المتاحة للجمعية باش حققنا الهدف هذا أكيد تحيل كل مسؤول اللي يعني خلى من عائلته اللي قاعد يضحي اللي قاعد يضحي من وقته اللي قاعد متواجد مع الفرق خاصة الجمعية النسائية بدرشع بين الفريق أكيد سي يوسف أنه يعني صفحة وتطوية الفريق يعني نزل موسم الفريق رجع الموسم هذا أكيد الأغلاط مش تتصلح وأكيد عندكم تحذيرات للمستقبل استراتيجية واضحة وربما عندكم اجتماع مع الهيئة المديرة إذا كان باشتعزوا الرسيد البشري بلاعبت يعني تعطي الإضافة وتعرف أنت أنه القسم الممتاز يعني فراق ذات مستوى عالي باش الأغلاط اللي غلطوها في الموسم الفرد من تتعاول في الموسم القادم بالطبيعة هذا شيء مؤكد إذا كان اتفقنا على مواصلات العمل مع الفريق لابد من تدعيم الفريق بلاعبات صاحبة خبرة اللاعبات اللي في الفريق طوال لعبات بهي وعن لعبات خرجوا بري أثناء نرمال معمجة يرجعوا للفريق الوطني كما نقول هو الصعود القمة سهل لكن البقاء في القمة أصعب برشا وستنى فيهم موسم صعيب برشا عام جاي يزم يقع دي ركوتمون بيان سيبلي حسب الإمكانيات دي ما يبقى الإشكال الكبير وأن جماعيات هذه جماعيات النفل الوطني باء في رق ممتازة تخدم وتعمل في كيف الجمعية النسائية كما الجمعية النسائية بالقيروان كما نادي شانتيني كما السنان المفاش الكبيرة الجوهر الذي بنخلي فراق ممتازة لكن تنقصها الإمكانيات المادية يعني أحنا الفراق هذه لو كان تحافظ على اللاعبات اللي تكونوا فيهم رأي ما توقع هش المستوى هذي لكن المشكلة وأن الفراق هذه تخدم تحذر جي تطلع جوهرات بهين ومبعض الجوهرات ما يقعدوش خاطر الفرق في الوطن ميزانيات كبيرة ودعم كبير من نجموش النجيري والريت منتاحهم بالإمكانيات المادية إن شاء الله تطلع الإمكانيات المادية وأكيد أكيد لازم يكون في مدير ركوتمون بين سيبلي في البوست منتاحهم لشن ندعم الفريق ويكون الفريق جاهز لضمان البقاء وعليش لا نجم يلعب على مستوى مرحلة البلايوف رأوا شوف إذا كان رجع لعبات دار شعبان يعني لعبات المتكونين في جمعية نسائية بدار شعبان الفاسي رجعهم للجمعية للجمعية نجم تلعب على البلايوف بسيلمون من بعد هو الإشكال الكبير ديما في الإمكانيات المادية حقصنا سيفؤاد ومدر نهلة وفرونا ما هو موجود الباقي إن شاء الله عام جاي يكون عنا فريق ممتاز وإشار الله في كورت سلة نسائية في مدينة شعبان الفاسي هو إن شاء الله واللي لحظناها سي يوسف الموسم هذا مفاجأ صار بعض الفرق كما الجمعية نسائية بجوهر الرذيب بن خلاد عند لعبات ممتازات يعني شانتيني كذلك درشع بين الفهري فما بعض اللاعبات يلعبوا في القسم الثاني ينجموا بسهولة تلقاهم يلعبوا في القسم الأول هذا بطولة الوطنية كانت ممتازة لها يعني ما كناش نتصوره أنا بش تكون بالصعوبة هذية يعني حقيقة كنت نتصور الأمر يكون أسهل شوية من هكما فجاءت حقيقة بمستوى جامعين سائية بشانتيني وبالمناسبة من نالها حظ صعيد في مباراة البراش كيف الجوهر الرياضي بميخالات موسم اكسبسيوني على مستوى الوسطيات والكبرئيات عدا موسم كبير برشا المستوى متقارب متقارب يبقى ديما الاشكال الكبير هو المادي هذه الفرق تخدم من بعد ما تلقاش بش تحاصل على الرسيد البشري متاح بأكيد سيوسف أولا لازم انتم تحافظوا على الرسيد البشري باعتبار انه العيون منصبة ومركزة برشا على الجامعين سائية درشع بن فهري عديد اللاعبات اللي تمتلك يعني مواصفات ممتازة خاصة لعبت الارتكاز وانت تعرف مش منجبدوش لسامي ان شاء الله الفريق يحافظ على الرسيد البشري ثم يركز على الانتدابات المراكزة الفريقي نجم كما قلت انت يسترجع اللاعبات منطاع الفريق ونجم يكون الموسم القادم يرعب من أجل الترشع البيوفلي مالية تتويجة أكيد بالتبع الفريق تشوف انت الفريق السنار والحاجة لدي فريق شيف يعني معدل أعمار عندي أربع لعبات صنف كبريات عندي أربع لعبات وسطيات ولاعبتين صغريات بما فيهم لعبة ابتهاء العباسي اللعبة الدولية المتخب المتخب الوطني الكبريات لعبة ممتازة مزلت صغيرة راي الاسنار هي رايسهم صغريات هذو ما استرق لها هو المبدأ وأنه بش نحافظ عن راسيد هذية مؤكد يبقى الدعم هو اللي راحت هو بنسبة لنا نحنا راهو بنسبة الاسناء هذية هو الفريق اللي بش نبني وعليه مستقبل جمعية رياضية بجمع دارشعبان الفاري إن شاء الله هالأحباء الغيورين من مدينة دارشعبان والصولة المحلية والبلدية وكل الناس اللي تحب كوتسلفي دارشعبان تدعمنا وتعاون هذا الفريق صغير عنده برشة طموح إن شاء الله هن نشرفوها معامج في الوطنية واضح في الختم سيوسف على شكونا تحب تقدم تحية في الختم نحب نشكر كل اللاعبات على المجهود اللي عملوه سنا معايا سيزون صعيبة برشة برشة عب برشة ننفيس نحب نشكر الهيئة المديرة اللي وفرت لنا الإمكانيات باش نزمنا نختموا في ظروف طيبة سي فؤاد عيسى مادام نهلة سي جلال الناس المغرومين بنا كل الناس اللي عاونتنا من قريب نحب نشكر عائلتي اللي دعبتها في جرتها كل ويكاد ورما من بلاسة لبلاسة نحب نتمنى حظ موافق الفريق الأكابر في مرحلة البلاج عند مباراية مهمة غضوة إن شاء الله رب يوفقهم ويتمكنوا من ضمان البقاء ونحب نواجه تحية لكافة العائلة المواسعة اللي كونت في تونس وتحية لكم إذاعة الحياة على هذه الاستضافة الكريمة شكرا لك شكرا لك سي يوسف الكرامتي مدرب كبريات الجماعية النسائبة دار شعبين الفهري مرة أخرى مبروك الصعود للقسم الوطني بعد قليل بش يكون متواجد معنا مدرب شبيط القاروان سيحات مفتاح بش نحكيه على الأخبار لشبيبة رضي القاروانية واللي قاء المهم جد المرتقب بيوم غد بش يجمع الشبيبة في الجولة الثانية من مرحلة تفادي نزول ضد نجم حلق الويد قبل هدى نمشو الفاصل الغنائي ثم نرجع مع مدرب الشبيبة استاد الحياة استاد الحياة لا ربعا غل غدرجين رجعنا لكم من جديد في استاد الحياة في ختم الجزء الثاني بش نختموها بشبيبة طلقا روين كرة السالق قبل ما ندخل في الجزء الأخير وكرة القدم أكيد مرة أخرى نقول مبروك للجماعية النسائية بدار شعبين الفهري الصعود للقسم الوطني كان متواجد مان عبر الهتف رئيس الجماعية وكذلك مدرب الكبريات وسعيد جدا باستقبل مدرب شبيبة قاروين لكرة السالة صحات مفتاح مرحبا بيك مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي حياته فا أكيد صحات ماراتون كبير وأربعة مقابلات ربما بشيقروا مصير فريق شبيبة القاروين من أربعة ثلاثة مقابلات في القاروين ومقابلة خارج الميدان يوم غد مقابلة مهمة شبيبة القاروين بيشتواجه نجم حلق رويد أكثر تفاصيل الصحات منعرف أنه الفريق يشكو من عدة نقاص وعديد الإصابات خاصة في لعب الارتكاز اللعب الأجنبي مؤخرا وزوز لعبين شبين بالنسبة للشبيبة القاروينية هل تعتبر يعني نعرف أنه شبيبة كانت مشتعب يوم السبت المقابلة ضد نجم حلق رويد لكن الجامع مع تحيين روزنيمة المقابلات غدوة مقابلة ضد نجم حلق رويد ثم تقريبا بعد أسبوع لربعة القادمة شبيبة بيشتواجه الاتحاد نصار في القاروين هل أنه التحيين الجديد بالنسبة للرزنيمة خلينا نقوله 70-80% يساعد فريق شبيبة القاروين لالتقاط الأنفس والله يشوف بالنسبة السؤال متاعك واضح وحبيت أنزل نفهمك حاجة لأربعة مقابلات مشتحدة المصير الفرق الكل لأنه كل الفرق تقريبا متساوية في النقاط كلها معناه والحاجة بالنتاج اللي صارت الأسبوع اللي فات رغم اللي هي من خدمتناش لكن خدمة أنه تقعد الإمكانية النزول والثبوت في الدور الممتاز إلى آخر جولة نشوفوه ما يمنع عشرين احنا بالحق احنا عنا مشاكل تعرفوا عن توم اللي الإفكتيف في ديان بوري دوي معنا معناش برشا جوارات ندورو في الملعب تعدينا بفترة تجربة في البلايوف دخلنا لعبين شبين الحقيقة برك الله فيهم مساعدونا مش مساعدونا لكن تعرف النتاج توا هي المطلوبة من نجموش نقعد ونجربوا احنا في لعبين في ماتشوات اللي مطالبين فيهم بنتيجة الماتشوات اللي جايين كلهم ماتشوات كأس خروج المغلوبة نقول بالنسبة لي أنا مباراة غدو مباراة مهمة جدا تحيين الرزنامة اللي صار من الجامعة أنسي لكل سلة ينجم يكون فادنا خمسين في المئة وضرنا خمسين في المئة أنتم ما تعرفوا اللعب الأمريكي والله أنا من اللي جيت لو كنت نعرف صراحة معنا لو كنت نعرف أن المستوى متاع اللعب نزل بالطريقة اللي شفناها كنت نقدر نغيره قبل اللي كنت سمعت عليها ولو شفته في فيديوهات اللعب هذا أعطال الشبيب وصراحة وكان كان لعب ممتاز في المرحلة الأولى كي جيت نشوف في الماتشوهات في الآخر تبين بصراحة أنه اللعب يمر بفترة صعبة فترة نفسية صعبة من عشون المشاكل عنده أثرت على مردود وأثرت حتى على التمرين بتاعه حتى نوصل أنه نصاب في مباراة نادي الأفريقي وقاعدين نلعب ومغير اللعب هذا تقريبا في كل المباريات ما يمنع شي اللي تراكم من المباريات اللي كانت ورا بعضها مع الراحة اللي كانت مراحة مطولة والبرنامج اللي خدمناه للتحضير للفريق هو كان برنامج ثري لكن الصراحة زادا علمياً من الجموش نحن نفوتو الشيء اللي عملناه باش نوصلوا بالفريق للمستوى اللي اللي كمنا به البلايوف وقاعدين ننعبو به في البلايوت اللي هم مباريات في جورة بعضها الحاجة الثانية الجوارات متاع الملعبية متنجامش تتابع الملعب حتى الدار ونورمال ما دي جوار بروفيسيونيل الجوار متاعهم لازم تكون لازم تكون معناها مدروسة وتكون معناها متاع لعب محترف باتم معنا الكريمة منعرش هذين منجامش نكذبان على ناس منعرش نوك كيفاش يأيش في ديارهم ما يمنعش لهذا رد بارك منش نرمي في اللوم لا على اللاعب ولا على اللاعبين ولا حتى اللوم زادا موجود حتى على الإطار الفني معناها عادي جدا نتحملوا مسؤولية تامة في الموضوع ذا احنا قاعدين نشتغلوا بكل ثقة في النفس ومعناها أمانة وصدق باش نمنعوا الشابيبة اللي هي تمر بفترة فراغ كبيرة فما سبب باخر الرئيس نحب نقوله لك بصراحة مع كل احترامتي لكل اللاعبين انه خروج اللاعب اسلام العجمي اثر تقريبا اذا ما نقولوش ينقولو 30% على الفريق لانه اسلام العجمي كانت عنده حلول وقت اللي الشابيبة تكون ما عندي حلول مش تنقيس من مستوى اللاعبين لكن هو يكمل المجموعة وخاصة اللاعب الامريكي تعرف انت اسلام العجمي نوعية اللاعب تخليك انه لما ينجم يسحب لك اثنين اللاعبين وفضيلك اللاعب الامريكي فهمتني اللاعب الامريكي احنا شوفنا كما قد لك كان ملول في الدورية ملول كان اللاعب ممتاز سي جراث الاجتهادات متاعه وكان في صحة هو جيد حتى نفسيا وقراث بصراح الاسلام اللي كان يسحب له كثير تشوفوا انتوما السلات متاع اللاعب الامريكي مش ندخل معاك شوية في الجانب الفني السلات متاع اللاعب فما خدمة خدمة سواء كان من مدرب اللي كان موجود بارك الله في سيمان كاشريت او من اللاعب الموجودين اللي فضاوا لللاعب واعتطوّر فرصة بشي يواجه السلة بدون بدون دفاع هنا نحبي تنأكد حتى انتقاء اللاعب الامريكي هذا اللي هو رغم انه زاد نموش ما زادناش ممكن ما يتمشيش مع اللاعب انتع شبيب مع شبيب الخيروان في الوقت الحالي علاش خطرحنا حشتنا بلاعب اللي يعمل فرق في الملعب فمن انجور كيف رد فرانس وهي الدفينيسيون بتاع لعب اترانجي انا بنسبة ليا ديفينيسيون بتاع لعب اترانجي يسلو انجور كيف رد فرانس ولم زاد يزمو يكون احسن من اللاعبين عندك برش اللاعب الامريكي هذا ما قلناش يخايب من نجموش لنه نرميو عليه اللوم لكن الوقت الحاضي الوقت الحاضر قاعد يمر بفترة فراغ منعش بتاتر نفسية عنده مشاكل في امريكي هو اصلا ما عادش يحب يلعب حتى عنده لنفيب متاع بش يلعب ولي حد الان حتى الغدوة ماناش عارفين هل يلعب ولي ما يلعبش لحد الان تعرف انتم الاسباب والله هو قال مضروب في سيخ وهزين هنا هنا في القيروان الطبي الدكتور وهزين هنا في سوس الدكتور ثاني ودكاتر الثاني يقول هذا ينجم يلعب في المباراة وإذا كانت كثرة الوجاع ينجم يقف لكن بالنسبة لي هو ما هوش الإصافة اللي تخليه يقف على اللعب هو في مخه هو أنه ما عادش ناجم يلعب قبل حتى ما عادش يلعب هو بتبعته كان ما يحب يلعب هو لأنه العقد يوفى 30 أفريل وإحنا وصلنا معاه وعطاه شروط ووفقنا عليها الشروط يعني يعني هو بنفسه ما كانش في مخه وحب يواصل بعد 30 أفريل فهمت هذا يقول ما يمنع عش منجموش ونرمي اللوم عليه هو ولا اللعب وكل شيء يذي المشاكل التي نتعدى بها هي مجموعة مشاكل وصلتنا الوضع الحالي اللي بش نقول لك أنه بسراحة اللعبين الكل حاطين في قلوب وفي مخهم أنهم لازم يعديوا الشبيبة من المرحلة هذه وإن شاء الله نوصل لبر الأمان ربما بلكش الأمور المادية سيحات بالنسبة للأجنبي هل أنه الأجنبي إلى حد لين يعني الأمور المادية خالص خالص ولا مش خالص ربما يكون الأجنبي مش مرتاح نفس سنين خاطئ الأمور المادية رج مش خالص والله سؤال واجي والله سؤال واجي وصريح ببرك الله وفيك على سؤال ذا أي سيد بشنا المكان المعلومة اللي لن ينور نرمي في الورود للرئيس الجامعية ولا حتى حد ولا إدارة الشباب اللاعب الأجنبي خالص الآخر يوم في الكونترام متاعه والآخر يوم يعني يوم 12 أفري يعني خالص رواتب متاعه يوم 29 ماي يعني قبل الميوم في العقد متاعه 12 يوم رواتب كلها ما خذها وزيد حتى الشروط اللي أعطاها بشقعد وفروه وفروتها الشبيبة تفهمنا وفروها شبيبة القيروان الباقي مالنجموش نعرف وراوز مع النوعية متاع اللاعبين الأجانب هذو أنا حكيت الموضوع هذي مع الإدارة ومع فما نقص تجربة شوية صارت من طرف الإدارة متاع إدارة كورة السلة شوف الأمريكان أنا عاشت معهم برشا في السعودية ولعبوا عندي برشا الأمريكان إذا وقعت إذا أقلم مع الوضع وحس روحه اللي هو يعني هو ينجم يعمل كل شي وقتها يدلل أنا بالناسبة ليا اللاعب أمريكي أينما أعطاك شهر شهرين وبداية مستوى يتيح تغيره على طول تزيد لأنه اللاعب يأتيك وجه عمرك ما شفتم ومبعد إذا تأقلم مع الوضع متاع ويعرف وشيف ويحسبو برشا روض بيرك يحسبو برشا برشا ماذا أعطيك بأي سيحتم بش نفسح المجال الحالي الموجز لأخبار الساعة الرابعة مع زميلتنا سيوار ثم نارجعون واصلوا مع كورت السلم 13 دقيقة بعد الأربعة مواصلين معكم مستمعنا الكرام على موجات إذاعة الحياة أفهم في إستاذ الحياة أكيد مواصلنا بش نحكي وعلى شبيبه في 5 دقائق أخير قبل نفسح المجال الكورت القدم وقراء لمرحلة للتتويج جولة يوم أمس ثم قراءة فنية للقاء الدرب اللي قاعد يطلعب حاليا بين نادي فريقل وطراجي في 10 دقائق لعب ونتيجة التعادل السلبي 0 مقابل 0 عودة من جديد المدربة لشبيب القارونية سيحة مفتاح مباراة مهمة يوم أم يوم غد بين الشبيب القارونية ونجم حلق الود وأكيد الدعوة موجهة للجماهير الغافيرة للشبيب القارونية لغيرين على الفريق من أجل دعم الفريق خاصة محتاج لانتصار خلينا نقوله على الأقل باش الفريق يبقى يسارع في الثلاثة جولة الأخيرة من أجل البقاء والله هذا هو الأفكتور الأفكتور المهمة لأننا الجمهور هو أقوى حاجة لأنه العنصر الأساسي يجب يدزل الفريق ونحاول ونكلم ونحكي مع الجمهور شوية لا يتنرف على الجهورات حتى يكونوا مهمش في المباراة مهمش قاعدين ماشيين مليح لأنه شوف مباراة كورتسلة تختلف على كورت القدم يعني يأتون مومات نجم تتقلب بالمات شمال يكون هنا يولي هنا أنت قدم الدز مع الجهورات وقدم يعاون على قدم اللاعب يعطيك الملعب وزيد يعطي من جهد أكثر ويكون مرتاح نفسي لأنه ضغط الجماهير يقدر يأثر سلبين على اللاعبين يعني دعوة هنا من البلاتو بتاع الحياة فهم بش جماهير الشبيبة تكون فكوا الماتش معناها فكون غاروا على الماتش بالقوة بالقوة بالدعم وبالتشجيع وكل شيء بالقوة يعني بريد حابنتي يعني تلعب في بلادك لازمك تربح فماش ونبقي احنا مش نحاول فنيا مش نكونوا ان شاء الله حاضرين معناها حاضرين في الماتش مش نقرأوا الماتش وحنا كوم يلفو فما حاجة اخر زادة ما نحبيتش نحكي عليها لكن والله لازم يزم جمهوري يعرف لانه هذه رابعة مباراة معناها مش نكون متواجدة على المدارج الفوق تعرفوا انت مدرب كرة سلة ومش مدرب كرة قدم مدرب كرة سلة لازم يكون موجود على الملعب لانه فما حاجات تغيرها في الملعب وانتي واقف مش مش تبدأ تعايت من فوق مثل معنا كهينك مجر جماهير بشاسم عوكل الملعبية نجم تكون انتي في الملعب ويقف تلعب في اللوم مثلا دفاع الرجل الرجل في لازم تقول بطول فهمتني معناها فما حاجات نعطي اذي اكزول مثلا فما حاجات المنجراء في الباسكيت ما هيش يفوتبول ولا هونطبال المنجراء المدرب كرة سلة يكون وتواجد على الملعب تعرف انتو مع مشكلة فلوس مع المدرب مروينك شريد وقوبة من الجامعة حتى غضوة من يش يكون متواجدة على البنك وشاء الله ربي وفقنا وعلى الاقل سيحات وانتي تكون متواجدة في المدرج للأسف على الاقل الجمهور يقوم بالدور الرقم واحد كما عاونكم في مقابلة شابيب المنز وقف معكم كما النادي الافريق اللي شوفنا جمهور دعوة لجمهور الشابيبة بشيقف مع الفريق في الوقت الحساس هذا بالذات خاصة مقابلة مهمة ضد فريق ويعني منافس انا بشي لخص الموضوع في كلمتين المدرب غضوة هو الجمهور بسراحة المدرب بشيكون هو الجمهور اذا جمهور شابيب قايرا هو غضوة شدز مع الباسكيت مع الجيسكا ان شاء الله نحاول نمنعوا الفريق السناء ونصلحوا اخطائنا ونجمور ونبنيوا على الفريق ذا لانه بسراحة فريقنا مش خائب رغم غالب تعرف ايصابات عوامل اخرى من الجمهور نحكي وعليها توا مش علم الفريق عنده مستقبل كبير الحق شنو تنجم الميساج حب توصله للجمهور خاصة قبل ما نختم مع كورة احنا نحب جمهور يجي شجعنا ويكون هو المدرب لول على الملعب مش احنا بالله غير ما نخد ما يعني ما نسبوش الحكم ما نضربوش بالبريكيات ولا يعني من نرفزوش وكو نشا انا انا شفنا في سالة القرجيني شفنا جمهور النادي الافريقي من يبدين مباراة الاخر مباراة وهو يشجع حتى نحن بعد 9 نقاط يشجع وبعد المسؤولين تعرفوا وقف المباراة وغاروا عن المباراة انا من غير الافريقيات من غير احد شيء لان انا اشتركوا موجودة في جماعة كورة السلام كل شيء تحسب اي حاجة تصير قرار تصار نتمنى والتوفيق للشباب القانون ان شاء الله في وان شاء الله ثماني بتعليل 100% باسكيت ان شاء الله مع فرحة الامتصار شابيب تكون متواجدة معنا باش نتعمق اكثر في الشابيبة القيراني ان شاء الله ربي سأل انا معاولين على ربي اقبل كل شيء ونحنا نتمنى وان شاء الله غضو نفوز وقدرة ربي اذا فهم الفوز انا بش متواجدة معكم ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله هذا ما يعلم به العلم كان عند الله ان شاء الله ان شاء الله فريقة الشابيبة يختمها بنتي سار ان شاء الله غضو ان شاء الله الجمهور يكون متواجدة بعدها تغفيرها شكرا لك سي حاتم ودربة للشابيبة القانوني كورتسالة نخرج الفاصل القصير غنائي ثم نرجع نواصله مع درب العاصمة بين التاراجي والنادي الفريقي مع محلنة الفني سي علي خليل ستاد الحياة ستاد الحياة 21 دقيقة بعد الاربعة جزء الاخير كرة القدم والمقابلة الدربي بين التاراجي الرياضي ونادي الفريقي واليستقبل التاراجي حالين 19 دقيقة لعب والتعادل السلبي سفر مقابل سفر مش تكون قراءة فنية للمباراة خلال 19 دقيقة الأولى هاو نذكر بتشكيلة الزوز في رقب بالنسبة رجلة تونسي في المرمى محمد صدق الدبشي محمد أمين توجي خليل شميم كقاد فريق ليصل شتي رأد الفادع فوسيني كوليب ليغ لان شعلالي محمد علي برمضان صابر بوغرين محمد علي بن حمود وكينج سلي إدو بالنسبة لتشكيلة النادي الافريقي الفريق ليستضيف موزح سن في المرمى اسكندر زهير ذويدي كقاد فريق أدم التاوس ويسين الشميخي بالنسبة لمدرب النادي الافريقي منتصر لوحيشي ومدرب التراجر راذي الجعادي أكيد سعلي وصلنا دقيقة عشرين بين النادي الافريقي وضيف التراجر تونسي مباراة في إطار الجولة الثالثة مرحلة التتويج التراجي في المركز الأول بتسعة نقاط وندي المباشر في المركز الثالث الاتحاد المؤسسري الذي أصبح في المركز الثاني ثمانية نقاط بعد فوز يوم أمس عن نجم السيح لأربع مقابل اثنين إلى حدود دقيقة عشرين تعدل سفر مقابل سفر قراءتك الأولية للتشكيلة ثم قراءتك الفنية إلى حدود واحد وعشرين دقيقة أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم هذه مباراة تشكيلة أساسية كاملة بدون غيابات الترجي التشكيلة الأساسية كاملة بدون غيابات هذا أحسن ما عند الأفريقي وأحسن ما عند الترجي المباراة معناها خذات معناها صادية كبيرة برشة على المستوى الجماهيري على صفحات فيسبوك الجمهور كل يستنى في المباراة هذه الجماهير غفيرة جدا في الملعب يعني كل الظروف ملعب ممتاز ظروف طيبة ظهر موجودة تحكيمة منقولة عربيا كل الناس تتفرج عليها يعني على مستوى الكسترا كورا كل الظروف مواتية باش اليوم نشوف مباراة جيدة على المستوى الفني ونشوف قمة الكورا في تونس حقيقة لحد الآن دقيقة 22 دقيقة 22 مزلت فترة جس نبض ما شفناش برشا فرص ما عدا فرصة أولى للنادي الأفريقي لللاعب ما أمنش معناها بروحه ولا ما زال ما الناس مش يفهم ما كونه فما فار وما عاش نجم تعديها على الحكم في ضرب الجزاء لو كان أمن بروحه بالفرصة ومشاه ونحو المرمى وكان النجم يكون فرصة كبيرة ويسجل أما هو يتطايح ما زالت اللاعبين مش مدركين ما معنى كلمة فار ومش مدركين كون ما زال يحب يمثل على الحكم ويمثل على الفار ويمثل على الصورة ويمثل على كل ما زالت اللاعبين مش مدركين وفاهمين فاهم كامل وناضجين مش معنى فار وش معنى أي حركة في الملعب رأي مرصودة بالكاميرا ورأي حركة معنى عندها موجود صورة فيها ومتتبعة يعني أنت تويزمك تلعب الكورة للكورة وتلعب الكورة وتنسى الحاجات الأخرى الإكسترا كورة وكل التمثيل وكل حاجات على العموم لحد الآن ما زالت المقابلة معناها الندي الأفريقي داخل التشكيلة معناها 4-5-1 الحقيقة يلعب في المناطق وفي المناطق خلص الملعب منطقة الضغط ويرجع للمنطقة ثم يكون عنده كورة يحاول باش يسعد بـ 5-6-7 لعبين في الهجوم ويكمل الهجمة في الإزتاك رابيد ولا في الترانزيسيون أوفنسي لكن كالتمركز تم التمركز بالقديل ويقف وقفة صحيحة ضد الترجي الترجي يجب صعوبات باش يخترق البلوك المادي الفريقي الترجي كيف كيف تشكيلته كاملة يحاول باش يدور الكورة ويحاول باش يستحفظ على الكورة ويحاول باش يدخل على الأطراف مباراة لحد الآن ما زلنا ننتظر منها معناها كونه تصير فيها شوية أهداف وتصير فيها معناها شوية فرص وشوية متعة وشوية مجازفة وشوية معناها خروج أكثر للهجوب وما زلنا نشوفه في مجرية اللعبة وكل حاجة تصير نقوله عليها نحن وبالرغم سعلي شهدت تشكيل رجوع بالنسبة للتراجي رجوع ثنائي لوسط الميدان غيرنا لشعلالي بعد ما كان غايب كذلك سابر بو جرين اللعب المغربي يعني صانع لعب التراجي في تشكيل التراجي وفي النادر الافريقي رامي البدوي يعود للمحور ونقاهم التواجد مع نادر الغندري ربما لا تشاطر نيش الرأي أنه معركة وسط الميدان ويشوحكم في نتيجة المباراة اليوم أكيد أكيد وليس وسط الميدان بركة وما عادش وسط الميدان تروا كمبرتمان رسخين بعضهم معنا يخدمون مع بعضهم فما بلوكي كيب فما الكورة العصرية وما عادش للمدافع في الكورة وما عادش المسؤول الدفاع لا عادش كلمة الدفاع أصلا مذكورة في الكورة العصرية تشارك فيه الناس و الناس تكون أمام الكورة والناس كل تشارك والناس كل تسكر والناس كل تتمركز تمركز معناها في عبية المساحة الدفاعية وكي لا تتخليش فرصة للخصم يستعمل المساحة ويستعمل الفضاء يعني اللعب الكل تمركز وتمركز جماعي الناس كل قدام الكورة حسن استغلال المساحة على المستوى الهجومي وحسن وتضييق المساحة على مستوى الافتكاك الكورة معاتش يقولوا دفاعي ماذا بينا كلمة دفاع راي مشات مع القديم ومع الكورة القديمة توا افتكاك جماعي مركز جماعي الناس كل تشارك اول المدافعة اول واحد يفوق الكورة المواجمي وكتوف ميسي رونالدين وكل معناها على مستوى الكورة كيف كيف زهير يقوم بمباراة كبيرة برشا على الجاه اليوسرى ويشارك في افتكاك الكورة ويشارك في صناعة الهجمة وهذا هو المطلوب منك ما نلعبش 50 50 ما نلعبش معناها 50 نشارك في الهجمة وفي وقت افتكاك الكورة ما نشارك لا 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 الناس كل تشارك معناها على مستوى افتكاك الكورة وعلى مستوى التمركز وعلى مستوى الهجمة وبناء الهجمة والهجمة السريعة لا تكرر وذلك عليش في 26 دقيقة لعبي لحد لعب منحصر في وسط الميدان دون فرص تذكر بين الجانبين دون فرص واضحة لاحظنا انه زهير الذاودي قاد الفريق اللي قاعد يسعد وقاعد يععد في الهجوم على الجهة اليسرى وتقريبا كل المخالفات زهير الذاودي يكون هو المنفذ لكل المخالفات بالنسبة للترجل الهجمة محمد علي برمضان هو منقذ للترجل الهجمة في المقابلات الأخيرة السعالية محمد علي برمضان هو اللي خذي على عاد قوة تسجيل للضربة التجهزية ضد التحاد الرياضي المنسيري وفي المقابلات السابقة نلقاه في فورما كبيرة هو اللي خال الفريق يحصد ثلاثة نقاط هل ترى أنه منتصر لوحيش بالتشكيل الأساسي ينزل بها ضد الترجل تونسي ربما المحاصرة للسيقة والحوارات الثنية قاعدين شاهدوا بين أحمد خاليل ومحمد علي برمضان والله يشوف بالنسبة كما قلت كان في أول بداية الكلمة الترجي يلعب بالتشكيل الأساسية أحسن عناصره رجوع جميع عناصره الترجي رأى في تونس رأى الترجي والإفريقي الناس الكل تحذر لها تحذير كامل يعني حتى في استشفاء اللائبين يبرمجوا على مباراة العودة بين الأفريقي والترجي الأفريقي يزاد استرجع جميع العناصر تقول لي بالرمضان لاعب المنتخب يمر فترة ممتازة جدا وقاعد يتحسن وقاعد يتقدم وقاعد يوري في إمكانيات كبيرة اليوم نشوف في مكانه أساسي بالرمضان يعوّل عليها راضي شعيدي باش يقوم مباراة جيدة باش يعطيه بعض الحلول برمضان يجب يكون موجود في المناطق متقدمة ويجب يأثر ويجب يشوت من بعيد ويجب يعطي تمريرات بينية فاللي قاعدين نشوفه نحن لحد الآن قاعدين نشوفه الحذر شديد من الزوز في رق خاطر المشيق بالبون طور وصعيب برشة صعيب برشة التدارك فهنا معناها الجعيدي ومعناها منتصر لوحيشي قاعدين يلعبوا بواقعية اكثر ما يمكن قاعدين يلعبوا بحذر شديد قاعدين يلعبوا بتكتل على مستوى افتكاك الكورة في المناطق متاعهم نفس العقلية زادة بالنسبة للترجي يعني 4-5-1 يحاول الترجي زادة في المركز منيها في المنطق متاعهم فمعناها نفس الطريقة تقريبا ونفس الاسلوب مع الحذر الشديد نحن الحذرة ويجي سوية مجازفة وعلى أثرها معناها ممكن نشوفوا أهداف إن شاء الله معناها بتقدم الوقت إلى حد الآن إلى حد الآن حذر شديد من الزوز في رقة هو ربما الزوز في رقة سعالية ربما يستغلوا تعاصر المنافسين المباشرين نعرف يوم أمس دارت الدفعة الأولى نديس فيقسيا خلينا نقول تعاصر يعني تعادل في مرعب الطايب الميري في سفاقس أمام اتحاد بن جردان سفر مقابل سفر في طعم الهزيمة ثم فريق النجمة الساحلي ألين هزم في سوسة أمام الاتحاد النادي المنسيري أربع مقابل اثنين ترتيب عبد الله خلينا نمشي ودرجة شوية شوية بالنسبة لبن جردان وبالنسبة لنادي سفاقسي ثلاثة نقاط واحد الخامس واحد السادس تقريبا نقوله انتهى من العب البطول انتهى من السباق المقابلة الثانية مقابلة كبيرة برشة اللي صارت بين النجم الساحلي في تدشين ملعبها وما بين الاتحاد الرياضي المنسيري مباراة كبيرة برشة حقيقة الاتحاد المنسيري قدم مباراة كبيرة ومباراة تاريخية أربع أهداف تفوز على النجم الساحلي في ملعب ملعب جديد جمهور جديد رجوع الجمهور ملعب جديد في ملعب جديد محتفل بكل شيء يعني النجم الساحلي يحضر للمباراة هذه ولكن كان الاتحاد المنسيري أجدر أجدر بكل معنى كل معنى الكلمة الجدارة يعني 2-0 وكان ينجم الشوطر الأول يوم فأكثر من 2-0 أخذها اللعب وساهم وما خافش والعب صحيح والعب سريع والعب على الأطراف وجاب الفرص وجاب الأهداف وأقنع الاتحاد الإراضي المنسيري أقنع بدون خلفية بدون مراكبات العب للنجم بكل معنى كفاءة وبكل معنى روح قتالية وفاز على النجم 4-2 معنى مباراة كبيرة برشا برشا حتى النجم حاول باش يلعب مباراة كبيرة ولكن النجم الساحلي موش النجم الساحلي اللي نعرفوه نجم الساحلي يزم يعاود يخمم ويعاود يفكر باش يعاود الفريق هذا ما يوصلش بعيد ore هذا يزم يعاود يكون لا النجم الارضي الساحلي عنده امكانيات معانيها مادية كبيرة برشا امكانيات كبنية تحتية كبيرة برشا عنده كميع مال في الساحل فليس هذا الفريق اللي مش يظهر بيه ومش يشارك بيه ومش يقنع بيه ومش يعمل من هنا ان شاء الله يكون له درس ويعاود بناء فريق جديد وعمل انتدابات تكون انتدابات قيمة خاطر ما تنجمش تلعب في تونس لدور الأولى بفريق كما هكا معناها تخسر بيه أربعة ضد ما أربعة اثنين ضد اتحاد المنستيري في بلادك وأمام جمهورك بالنسبة للاتحاد المنستيري ثمانية نقاط بعيد نقطة حتى على صاحب المركز الأولى الترجي عنده فرصة كبيرة برشا يقدم في مردود طيب يقنع منافس كبير برشا على بطولة الدوري والشكل جديد بصراحة انا انا حبيته برشا شكل جديد وكنت انطالب به برشا قبل كونه ومعناها كما في السعودية وكما في الواحد نلعب معناها البلايوف ومعناها نربح لك الفراق بتاها كذا ونجيه تقوى بالحق تقوى المباراية تذوم لكل مباراية قمة المباراية اللي تلعبوا لكل مباراية قاعدين نستمتع ومعناها العالم العربي قاعد يشوف في كورة باية ويشوف في ماليك باية ويشوف معناها في وانتي زادة انتي انتي حتى اللاعبين امتعنا فرصة باش يلعبوا في مستوى عالي تقوى المباراية هذه مستوى عالي تقوى المباراية هذو هم اللي يشعطيك يزيدوك معناها على مستوى الفني ويزيدو كل شيء وهاك تشوف المباراية البارح مباراية ممتازة هذه مباراية ممتازة كل المباراية التي قاعد تتعدى بشكل جيد وفيها جميع الامكانيات وفار موجودة وكورة عالمية موجودة بجميع تقنياتها وهذاك اللي يشيرفعنا المستوى ويزيدوك حسننا في المستوى المتعان فهاك تشوف بالنسبة للترجي المنافسة والنجمة الساحلي وليوم نتيجة المباراية اليوم تكون هامة جدا في تحديد معناها المنافسين معناها الصريحين لو فاز الكليوب مش ولي الكليوب والمستير والترجي معناها الثلاثة يلعب حظوظ كاملة على التسعة تسعة ثمانية معناها مش ولي ناس كلها وإذا فاز الترجي 12 ثمانية ستة مش ولي الترجي ولي حظوظه أكبر في ذلك معناها هنا اللاعب معناها على النتائج اللاعب حسبيا معناها كل شي معناها يزم معناها الزلقة بفلقة ومعناها الترجي معناها ممكن شارج عليه أكثر خطر لو خسر الترجي معناها مشكلة كبيرة فمت ذلك معناها لماذا ما زلنا نشوفه حتى لتقيق 34 حذرت شديد مزوز في راقة مع شوية مجازفة وشوية معناها الفريق يتوى الفترة هذه خرجت أكثر للوجوب ووصلت لكن ما مش حاجة منظمة ما مش فرصة أو عضحة مثلا مش الهجمة مش قاعد تكمل بالقداع الهجمة معناها في الثلاثين متر الأخير تفسد موفيس باعس أو موفي كونترول مثلا مش تدير دونوان معناها مثلا مش فينيسيون مثلا مش فينيسيون وزيدا نقول لك زيدا معروف مثلا مش فينيسيون خطر مثلا مش كاليتيت جوار على مستوى الهجوم يبايا قوية برشا لي مش تخليك معناها يوصف التماثماتر يلعب يلعب كورة نظيفة وجيب أهداف خطيرة هو التشويق سعلي ما زال بشيكون متواصل خاصة أنه المركز الأول بشي تحصل على الدوري والمركز الثاني ما تنسيش دوري أبطال أفريقيا يعني كل فريق مطالب على الأقل إذا كان ما تحصلش على لقاب البطولة بشيكون وصيف البطولة ويشارك في دوري أبطال أفريقيا النجم الساحلي حسب المعلومات سعلي اللي وصلتنا إن شاء الله تكون معكدة هو أنه المدرب جديد بشيكون للنجم الرياضي ساحلي أنا ما يبدو بشيكون بيرتراو مارشون والله ما يش عارف هذه الخبر هذا ما مش مشكلة لكن ما بناتنا عبدالله أنا رأيي الخاصة رأيي الخاص ما يحلش المشكلة بيرتراو مارشون رينيها في الشابة رينيها في كذا غير أنا أنا من رأيي غير قادر بشي يعمل فريق ويكون فريق أنا أنا مشكلة لتوال في انتدابات على مستوى لاعبين لازموا واحد لاعب ولا اثنين افريقي ممتازين جدا وتحط عليهم فلوس اللي مش تحطوا على بيرتراو مارشون تحطوا عزوز لاعبين تزيد تقوي به فمتخاطر مش مشكلتهم لمدرب مشكلة الساعة للزيد البشري والعنصر البشري عندك ضعيف والمركاتو ساعلية ساكر اللهم العام الجي نحكي لك أنا على بناء فريق يعني نحكي لك على العام الجي كما هكا لو قايت هذا وانتي تعرف ساعلية أنه الفراق الكبرى كلمة بناء فريق برشا ما الجماهير اللي ما تستعرفش بالبناء هذه ما مش بناء على مستوى الشباب مش تدعموا بالشباب وتبني سراع لا يا رأس بناء فريق بتاع كومبيتيسيون تأنيقات بناء فريق يرعب الشمبيونسي يرعب الساعة الدوري التونسي والكاس التونسي والكاس العربية والكاس الافريقية والجومبيونسي يلعب الكل مش بناء مش لعب لي لأ شاس غاد لا 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 بناء فريق إعادة النظر في كل في الكل لعبين في النجمي راضي السياحلي والمستوى الفني البطولة التونسية ومش كما النجم راب صراحة خاطر رأوا نحنا السنة هذه رأوا خرجنا خرجونا تزيرية وخرجونا نس كل على خاطر نحنا مستوى ضعيف لكي نكون صريحة معك أن البطولة التونسية تراجعت كي تتفرج جوامس مقابلة الأهلي المصري ووفاق ستيف 4 هداف مقابل سفر للأهلي والويديد يربح للبرة يعني أن الفرق التونسية تراجي ووفاق ستيف انت سرع لك في تونس وينهزم 4 هداف نقطة سفهمة كبيرة بتشاترني رأيي وماذا؟ البطولة تراجعت هل أنس علي قرار متع الفرق اللعبين العرب الزيرية والمغاربة والليبيل في داخل التونس بين قوصين أنهم لاعبين توينسا ما أثرش على المردود التونسي أنوا اللعبين الشوبين في التارجية في الأفريقيا في نادي سفيقسي ما يخذوش فرصاتهم أذاك علش ربما المستوي تراجع أكيد جداً طيو نحنا من غلطات هنا نعملوا فيها من غلطات وولينا كثرنا من برشة وخيان في الجزائر لاعبين على مستوى الحسابك أنت على حساب لاعبينك وهم انتفاع مستويهم برشة الجزائر السنوات هذه هما شون ما شكون يخليهم مرتفعوا البطولة الليبية محمد سولى الحمدو يرتفعهم وانت تنقص ولكن أنا كي نقول نحب نفهمك نقطة أنا كي قلت مستوى التارجي ومستوى الأفريقي ومستوى النجم السياحي الضعيف مستوى مش يناحكي على شو عمبي لافي تونس أنا نقيم بالأهل بالأهل ترابلس بالأهل المصري نقابل بالستيف بالفرق الفرق مازمبي مقابل بالفرق الكبيرة في أفريقيا ما تنجمشي أنت ما تنجمشي معني أنا ننفس مع فريق أقل مني أنا أقل مني بارشة شنية هي يعني يزم باش نربح أنا يزم تجيب لي لاعبين في مستوى ذوكم وبرا هنا شنو التاكتيكين شعنتي ما نعمل أنا كمدرب شو مش نعمل سحار أنا اللي موجود الكلمة اللي تقال سوف نغزو المنتوى الأفريقي على المهاجمين ولا مستوى التارجي ولا هنشوف البرتيات مثلا مش لايبين اكسبسيونيال يصنع لك الفرق مثلا مش لايبين تنجم تبيرز بهم الأهلي مصري ما عندك شي حتى مواجم كبير تولي حاليا وهذي مواضلة قبل التارجيك كانت تفوز كانت أسامي ترعب فهمت النجم الساحلي كيفوز كانت أسامي ترعب توا ما ثم شي صراحة لازم مراجع مراجع وممكن تزد الظروف الاقتصادية متى البلاد ممكن ظروف الكورة نقص شوية ممكن الحاجة تذي اما توا الكوروين اللي تلقاعدين نشوف واقعيا مستوى القص برشا وهذا يدرس عليه حتى لمردود المنتخب الوطني التونسي أكيد أكيد تتحسن المستوى متاعك تتحسن المنتخب تلعب وتلعب وتز ألقاب أفريقية تتحسن المنتخب وتخرج لائبين علي مالول تخرج من المنتخب ليس توا أساسي تخرج برشا لائبين وتخرج برشا دي أنه خبايا ومنتخب متاعنا طوالش كل الجوارات كل من بره لخاطر معنى لا حقيقة في الدورة التونسي حاجة كبيرة برشا وهي أزمة كبيرة برشا سعالية حتى على مستوى رأس الحربة سواء للفرقة التونسية وحتى المنتخب التونسي وربما زادة فم أزمة أخرى أنه في حراسة المرمى ما زلنا ما بقي ناش الحرس اللي يكون يعني حاسم في مقابلات شوفنا في بعض المقابلات أنه الحرس هو سبعين بالمئة يرنجي ميخالي الفريق في المنافسة وأنتي تعرف سعالية أنه المنتخب التونسي يشارك في نهائية كأس العالم في قطر وطارف أنه المنتخبات تملك عناصر كبيرة برشا في كل الخطوط المنتخب بالتونسي نحبه لناكره في خطة حراس المرمى ما زلنا ما شوفنا شيك الحرسة كما شكري لواعر شوفنا برشا حراس كبار اللي نجم يكون يعني سند كبير ويعطي الثاقة للملعبات عبدالله يعني ما نشاط ركشي الرأي خود بالعكس البارح مستير عبلت اللي عبت ليتوار ومستير دربيرا ومعناها بصراحة في سوسة ما النجمش تخسر كونت المستير ما ممكن فما ناس متقبلهاش التوا وتقعد عامين متقبلهاش وشكون اللي خلى مستير تربح وشكون أطال أريحية المستير باش تلعب القديم في الشراء في الشراء في النصف الثاني اللي متاع ليتوار هو بشير بن سعيد بشير بن سعيد بصراحة ولا يطمن وإلى كونفيرمي ومازال قاعدة ما نقصه بشير بن سعيد؟ نقوله بصراحة لماذا نحن نطلع من الاسبرانس أو من الكيوب نقوله هذين أنت منتخب يطلع من بلا صغر وقوله لا لا بصراحة قلت أزمة في تونس عنا نقص في حراس المرنى مع بشير يجب أن يزوز بهين معه أما بشير بن سعيد بدايق ما نقص بشير بن سعيد؟ نقص بشير بن سعيد كون المنتخب التونسي يزم يلعب برشا في تحريرات كأس العالم من توا يلعب برشا مخابلات دولية مع فرقة كبيرة وخلي يقصر وخلي يقصر أربعة وخمسة ويقبل روي تعلم منها بشير بن سعيد يزم يلعب ويحتك مع ناس كبار بشير بن سعيد يزم يلعب مع فرقة انجليزية تلعب جو دي راكت لكي يستنس بالكورات والعرضيات والأهداف بالرأس ويقصر بشير بن سعيد يزم يلعب مع جولاتين داخل بشوية برزيليا ارجنتيني وكذا بشير داخل بشوية خاطر كيتشوف سعلي سامحني كيتشوف المقابلات اللي فرجنا عليهم في نفو عالي في الدوري الأوروبي كير راكب يزم يلعب ضد المنتخب الفرنسي سمبابي بن زيمة بوكبا يعني خلينا نقوله حتى مصنطر نجمي ماركيلك يعني المخالفات عند موما بسهولة نحنا شوفنا نقطة ضعف المنتخب التونسي في المقابلات الخيرة في كاس إفريقيا انه كل المخالفة تتنفذ وتشكل اختار كبير على المنتخب التونسي يجب كدما كبير سامحني يا عبدالله المخالفات راو مش هو مش الحارس الخارجية تنتع الحارس سامحني سامح المخالفات ما هوش حارس المخالفات تمركز الساعة في مكان المخالفة المخالفات الساعة يجبك زاد فريق يقلل من المخالفات في المناطق الخطيرة جدا يجبك تعرفين تحطوه خاطر إذا اغللت المخالفات على ثلاثين متر ما عادش مخالفة مخالفة على ثلاثين متر يا عبدالله المخالفة على ثلاثين متر أصبحت ضربة جازة وليس للمنتخب التونسي كل المنتخبات الرياض أكبر في رقف العالم ما اللي عنده أحسن حراس مروه في العالم جيمه خالفة ثلاثين متر أخويا هدف خاطر الناس تتمرن بليح على على الكورات الثابتة وتعطيها قيمتها وتختمها مليح نحنا يزمنا كما قلت أنت نخطة مهمة جدا فنيا يزم نعمل بلوك ووقفها متاع بلوك وتمركز بعيد يعطيني مخالفة القدام مش في ثلاثين متر مش في العشرين متر مش في الخمسة وعشرين متر نفك الكورة قدام شوية نفك الكورة على الجنب لا تيرعل ما نشكش الكورة يزم تركيز مليح ويزم خدمة فنية من المدربين باش يعرفون يفك الكورة أكيد إن شاء الله يكون التركيز والتحذير جيد سعلي 44 دقيقة نادي الأفريقي أفضل بقليل من الترجل تونسي يعني زوز فرص واضح للنادي الأفريقي كان يبادر بتسجيل الهدف الأول نادي الأفريقي مركز خاصة انتشار محكم فوق الميدان تنظيم محكم تدرج سريع بالكورة كل الكورات تمر من الجهة اليمنى وسط الميدان أحمد خليل زهير الذوادي والكورات الثابتة هالي قاعدة تشكل في اختار كبير على الدفاع الترجل الأفريقي هو جاب أكثر كورات ثابتة وجاب أكثر هجمات كما قلت لك الهجمات لم يكن هناك فينسيون كبيرة برشا كما الهجمة هذه تكمل بطريقة غيرها ولكن الأفريقي متحرر أكثر من الترجل الأفريقي جازف وقدم وامتشال الوجوم ويلعب في المناطق الترجل وتربع على عكس الترجل ترجل قاعد خايف من المقابلة هذه برشا برشا وخايف من نتيجتها برشا برشا وقاعد التالي وقاعد يقبل في الله لكن دائما نقوله مع الحذر يلعب حذر شديد الأفريقي يجازف أكثر ويحب أفريقي يربح فرد نقاط فما عنده ما يخسر كما يربح كما يخسر فما عنده ما يربح يجب أن نلعب لتو بر لتو قاعد يلعب كل في كل ومش خايف منها ومش معقد منها على عكس الترجل قاعد تلعب التالي دور كورة التالي ومش قاعد تلعب تلعب أكثر من كليبر تلعب التالي أكثر من لازم ما خرجتش ما أجازفتش ما قدمتش بأكثر لعبين ودور كورة طريقة سلبية طريقة لاترال وحتى المستوي إلى حد لين أقل من المتوسط سعليم شوفنا شي حاجة كبيرة في الشوطة الأول إلى حدود 46 دقيقة لعب والفرص ما كانت شواضحة بين الفرق إن شاء الله تتحسن مع بيدات الشوطة الثانية مباريات نقاط مبارية مستوى صعيب الحكام محرز المالكي يعلن على نهاية الأشاط الأول بالتعدل السلبي 0 مقابل 0 حتى الحكام ملقى صعوبات كبيرة لا لا مقابلة نظيفة كل واحد فهم روحه بصراحة مستوى الوسط الميدان عندي الفريقي ومعناها قام موجود كبير برشا خاصة نحن دخليه فكل كورات يقدم يدخل ملوز دفاع مثل مركز مليح زادة الغندرية البدوية الحقيقة قاعدين يلعبوا معناها فهم برشا حاجات معناها بهاي لكن مسراحة أهمية النقاط هي اللي خلات معناها الحذر شديد وخلات الناس كل معناها تلعب بواقعية كبيرة الترجي محابش جازف شوفت لقطة الحكام محلاتش حتى واحد من جماعة الترجي حمدي القسراوي والمساعدين وكل جايين معناها لوجة ما معادش بلاي فهم الحاجات هذية بالله بالله يا زيونة فهمة فار وفهمة تلفزيون وفهمة نقل وفهمة عالم عربي كامل وعالم العالمي كل يتفرج عليك جايين تضغط على الحكام ما تحب الحكام لم يخطأ على تقديري أنا ما ريتش خطأ قام به الحكام لم يلجيها هذه ولم يلجيها هذه كان عادل مع الناس كله ومعناها تحكيمه كان سليم جدا الترجي توا بصراحة ما كنتش تنتظر بشي لعب الطريقة دي الترجي لم يقرع الترجي لم يجازف وحتى الترجي ما قنعش في مقابلة السابقة سعلي ما قلنا مستوى ضعيف توا ليس معني ما كامل احتراماتي اللاعب بالحمود اللاعب مشتهد جدا اللاعب في مهاجم اللاعب في مستقبل السليم اللاعب في فراق معناه درجة أولى ودرجة ثانية يعني انت توا انت كم تلعب بجد الاهلي المصري بلاعب معناها هكا انت تجيب منتخبات وشوف وشوف نجمجي تربح الاهلي المصري وحتى يدوم انت تولي اللاعب اساسي وبونتا مستويك راك رجعت التالي راك جيب انجوار بالنسبة لي انا ديفيزيوني وقت اللي انت يجيب انجوار انترنسيونال تتولير في الكامرون في نيجيريا في غانا في غينيا في الجزائر ما تجيب ليش اللاعب معناها ديفيزيونير تحب تلعب معناها مع الناس البروفيسيونيال كما كينكسلي ايدو اللي انت تدبطه التارجي لعب الناس فيقسي سابقا ضج كبير لكن معتاش لضافة ما زال ما اندمجش ما زال ملقاتش تشكيلها انا اقول بصراحة الحزل باي في التارجي كون الدافع على ولادها كلاعبين ودافع على ولادها كمدربين يعني يلزم الجعادي ينجح الجعادي كونجيا في اي فريق ثاني ما يقعدش من الهزيمة الأولى لكن التارجي مازلت متمسكة بالإطار الفني ومازلت متمسكة بولادها وانت تحام بشي ناشي هل نطلب ضرب الجزاء بالنسبة للتارجي الرياضي التونسي هل تكون حسب اعتقادك انت هل تكون فمش اعتقادي فم فهما تحكيما هل تحكيما يشرحها يوريها بشوية بشوية فمش اعتقاد هو حسب ضرب الجزاء موجودة بالنسبة للتارجي تونسي باعتبار اليد الفوق ومحلولة وهو رأى وذكا مش في اتجاه الكورة رأى لكن اليد الفوق ومحلولة في قوانين كورة القدم انه الكورة تلمس يد اللاعب وتكون اليد مفتوحة اكثر ضرب الجزاء واحدة اذا كان الكورة تبدأ انت مهاجم من قابل الجهة من خلف خاطئة وعمل جرون تيكار تحكيما بتاع الهنط حل وسكر لكن يزيد المساحة بيديية ومساقية كورة راجعة من خلف نحن نتظروا بعد قليل كيف نرى الاختصاص التحكيم هم اللي يعطيه امل اكيد كونه الافريقي كان احسن الافريقي كان متمركز خير الافريقي جاب اكثر هجومات جاب اكثر مخالفات ترجق عد متقوقع عد مسكر على روحه التالي خايف من نتيجة مبارات خايف معناها بالتربي ما جازفش ما قدمش ما جابش فرص كبيرة على عكس الافريقي الافريقي تنقص ثلاثين متر تنقص حسن نهاية الهجمة ينزل مدى الفينيسار ما عندوش فينيسارات كبار ما عندوش لعبين كبار ولكن كل شيء جايز في الشوطة الثاني ان شاء الله التراجي يخرج القدام اكثر والجازف اكثر ويورينا كورة مفتوحة اكثر ويورينا الافخي وبش نعطيك بعض الاسمية على بانك الاحتيات التراجي والافريقي هل تعتقد؟ غيث الوهابي انيس البدري دافيد كوفي زياد مشموم عبدالقادر بدران علي المرزوقي محمد امين بن حميدة وحمدي الهوني هذي بالنسبة للتراجي اكيد عندك انيس البدري وحمدي الهوني مش يكونوا موجودين الشوطة الثانية الهوني تواحل من الحلول الفنية فمتا اكيد مش يجازف الهوني ولا انيس البدري بالنسبة للنادي الافريقي علي العامري المهاجم محمد امين زغادة توفيق الشريقي نبيل العمارة الجزيري خليل قصاب غذوين زردو مؤمدو صابو وادم قرب بالنسبة للأفريقي مش مش يغير خاطر قاعد ماشي احسن ونظم امورو ويستنى بركة في فرصة متى هدف انا متأكد للأفريقي مش مش يغير على عكس التراجي لازموا يغير هل انه رسم التكتيكي متى تراجيه ثاني بش يتغير موهو لا نحن ما هذا المشكل هذا المشكل هذا المشكل هو مش يجازف ينقص من العبين النص ويزيد الهجوم يهبط واحد على اطراف يكون اقوى معناها هجومي اكثر حمد الهوني هجومي اكثر لما هبتوش واذا كمش يخرج لاعب وسط الميدان النادي الافريقي يشوفنا في الشوط الأول هو مسك في وسط الميدان يعني مش يلقى صعوبة فرق تلفي جز موهو هذه معادلة موهو الاختيارة مدرب كيفاش مش يسكر منه ويحل منه كيفاش اللاعب اللي مش يهبط ويحشن الهجوم ويحسب التسكير موهو هنا هنا الماض انا كين هبط لاعب عندو نزعة هجومية ومش يعتيني حلول هجومية زادا يجب يكون في نفس التقديرات متاعي يعرف يسكر ويعرف يتمركز في افتكاك الكورة في البلوك في الترانزيسيون ديفنسيف يجب يعرف يتمركز ويعرف يقف مليح ويعرف يفوق الكورة ويغطي المنطقة موهو هل تعتقد انه متسر لوحيشي بش ينتظر راضي جعيدي في اولى تغييرات بش يقوم بتغييرات اللازمة والله انا نتصور كونه جعيدي يخدم على متسر موش متسر يخدم على الجعيدي على خاطر تقولي بخاطر ميجي الفيغ مليحوه الفريقي طبع ماندول الجعيدي يمطالبش يكنتر لفريقي الفريقي ليس مش يعمل تغييرات وطنكو يكيب ومش يمليها المنتصر نتصوره دخلت البرمير ميتون اذا فصارت تغييرات كبيرة في التراجي وغيرت له ومعناه ونجحت في بشوال تضغطه ويجيبه وجوه ووقت ذاك هو مفتر بش يتماشى ويغير ويعمل ردة فعل ويحس انه يصلح ربما اعتقده انه اذا كان خمسة عشرين دقيقة له ان الفريقي يكون افضل من ترجع في الشوطة الثاني وربما منتصر الوحيش هو اللي بشي بذر يتمع في نتيجة المباراة ومعناه ويجيبه ويجيبه هذا هو المشكل لك ان الفريقي نفسيا معناه مرتاح تحس تقول الفريقي مرتاح ويجازف اكثر ويجبه 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 يتنتظر يجبه 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 يعني ومعناه ان شاء الله يستنى ان يتعادل يخرج من السباق الافريقي يتعادل سبع نقاط يخرج من السباق يعني الشوط الثاني ممكن سيناريوات الكل مش نشوفها ان شاء الله ما يكونش فهم بعد نهاية المباراة احتجاجات من نوع هذا او ذاك ان شاء الله سمحني يا عبد الله هنا يزم الشعب التونسي والفنيين في التونس والناس اللي محيطة بالرياضة والناس اللي داخل الملعب واللاعبين والطرفان يفهم مش معناها فارويس مش معناها النقل ويحيونا من الحكايات الوهمة بتاع الضغط على الحكم والضغط يضون معناها وعيط ويسيح ويزينا مك الصورة اللي شوفناها في ملعب اسمه المستير ويزيبنا من العقوبات الناس كله عصو سيلمين معناها عربيا اللي انه ضحكة ودرب عمره سبعة وستين سنة سبعين سنة وكرشه عريانة ومعناها ويضرب ومعيزي مش معقوبة وبش نروجه صورة خابة بما انه نحن الفار اللي في تونس من اجل خلينا نقوله لي تسهيل الامور مش نجيب الفار في تونس ومازلنا نحتاجه اكثر ومعناها ندخل الميدان ونحتاجه على الحكم شوفنا في بطولات كبيرة بطولات عالمية انه الحكم اذا كان يقرر حاجة يرجع للفار ناس كل تحتارم القرارات في تونس مازلنا بعد برشة على حاجات هذه ان شاء الله المقابلة في الشوطة الثاني ما يكونش الضغط اكثر عبدالله اشوف من الاخر من الاخرة اذا من الناس تفهم ما معناها فار الفار راه اول حاجة فايدة بالنسبة الفار كونه راه كورة فقط بربيك الحاجات انت تخلف انت يعنا كل هكلي يشد يعاية وهو طاح وارمه روحه وهو ضرب وهو اعمل بالله يجب ان تمشي ايه كارتين تخليه روحك نظيف وخليك بروفسيونال وتلعب بالكورة فقط قلت لك اول هجمة بالليعب الافريقي ما زيان ليس فيها ما معناها الفار ماشي الطائح يحرم يروحه في 16 متر ما معناها فيك شنو تبضل الجزائر ما عبد الجزائر بعد يرجع الفار يقول عليها ترمي في راح وكان امن بروحه وبكورته وركز على الكورة ومعناها ديكالاجة بالمدافع وشار كان يجيب هدف وليس يلوج على الأشياء الأخرى سعلي في الختام تكاهنك بنتيش مباراة الافريقي للطارج لا سعيد لا سعيد اعطينا نتيجة لا سعيد ليس لازم حتى الافريقي يتاوي قاعد يهاجم ليس لازم يهاجم ليس لازم يسجل ممكن ممكن معناها اتاك ربيد ولا كنتر اتاك ولا خرجة ولا صارتي تقبل تراجي تمركي وتقع وتغاد يتسكر الله دائما حاجات في الدربي بكل امانة عبدالله يصعب جدا التكاهن حتى شوفنا شوطلو لريتوا وصعب جدا التكاهن انا نقول الثلاث احتمالات جايزة للثلاث احتمالات تربح الافريقي تتعادل الافريقي تقصر الافريقي جايز تربح التراجي تتعادل التراجي تقصر التراجي جايز أنا حسب تكاهن يفهم الضربة جايزة تكون في المباراة وبشتوف النتيجة دففة مقابل سفر لصالح النادي الافريقي هكا حسب تكاهن شوف عبدالله شوف الحاجة البيئة يا توا اذا لم تكن ذرب جايزة رائم مليار لا يمكنك أن يكون حاجة تكن ما في المسلم لم يكن غلط لم يكن ذلما لم يكنàn انت من ذلك وكانت تدع الجايزة فهي الكافيتيان يجب التراجي جاة يتأكد منها. صحيحها. يعطيها مش صحيحها يلغيها. واضح. شكرا لك سعلي خليل. هكا وصلنا لنهاية الحصة الصلاة الحياة. كانت ثلاثة سوية متابعة مسعطين الخامسة. كورت السلة. تينيس عودة اليونس جيبر. كورت القدم عودة للمباراة الدربي في شوتي هالأول. شكر خاص لنوفل الشرطاني في الاخراجة التقنيس. وهي الفل الاخراجة الرقمي. أونس الهميمي في تنسيق المكلمة الهاتفية. عبدالله حطبكين كوتي ميكرو. ملتقنا الأسبوع القادم في حلقة جديدة. وضيف الجدود. إلى اللقاء. استاد الحياة. استاد الحياة. برنامج أسبوعي نتناول فيه أخبار الملعب وجديد عالم الرياضة. أخبار الشبيبة والرابطة الثانية والأولى. نتائج الدورية المحلية والبطلة العالمية. وآخر أخبار النوادي والفرق التونسية في مختلف الاختصاصات. هذا الكل في استاد الحياة.